الفساد في العراق يحكم سيطرته على جميع مفاصل الدولة خلال تولي الحكومات المتعاقبة برعاية إيرانية أمريكية تهدف إلى تدمير العراق وشعبه الذي يعيش أزمات متوالية لا تكاد تنفك عنه محلياً فإن الأحزاب الفاسدة التي تحكم البلاد بميليشياتها المتنفذة تسعى جاهدة للحصول على أكبر حصة ممكنة من الأموال المنهوبة من الشعب العراقي والاستحواذ على المناصب التي تمكنهم من السيطرة على البلاد والعباد أما دولياً فثمتا صمت دولي على جرائم الفساد التي تتم على مرأة ومسمع العالم فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في العراق بتواطئ دولي المبعوثة الأممية الخاصة بالعراق جنين بلاسخارت قدمت إحاطة جريدة بشأن الأوضاع المتردية التي يشهدها العراق أكدت فيها استفحال الفساد الحكومي وتحوله إلى منظومة كاملة إلا أن ذلك لم يمنع بلاسخارت من الإشادة بحكومة السودان التي انبثقت من ذات المنظومة الفاسدة لا سيما عندما طالبت بلاسخارت العراقيين والعالم بالنظر إلى حكومة محمد الشياع السوداني بإيجابية وتناست الصورة السودوية التي عرضتها أمام مجلس الأمن في تشرين الأول الماضي عندما قالت إن الشعب العراقي أصيب بخيبة أمل من الطبقة السياسية الفاسدة وصلت إلى عنان السماء تسير بلاسخارت في ازدواجية فاضحة في تشخيص الفساد والمفسدين والعمل معهم وتشجيعهم والاستفاف مع الحكومة الفاسدة وميليشياتها المجرمة الأمر الذي أثار سخط العراقيين ورفضهم لوجود بلاسخارت في العراق من خلال إطلاقهم واسم أطردوا بلاسخارت إمبراطوريات الفساد التي عملت على تدهور الاقتصاد ومن بينها جهات داخل الحكومة تعد نفسها خطا أحمر بحسب لجنة النزاهة النيابية لابد لها من نهاية عادلة تطيح بتلك الإمبراطوريات لكن الدعوات لمحاربة الفساد من داخل منظومة الفساد ذاته والإحاطات التي تقدم إلى الأمم المتحدة ما هي إلا تسويف لإنقاذ الأحزاب التي تعمل لخدمة الأجندات الخارجية فلا بوادر تلوح في أفق الإرادة الدولية لإنهاء العملية السياسية التي أنشأتها واشنطن ورسخ وجودها النظام الإيراني ولم يبقى سوى خيار الشعب في ثورة تشرين لزلزلة عروش الفاسدين